مرحبا للجميع ان شاء الله كل يكون بخير انا عبير واليوم رح اشرح لكم مادة تحضير العينات المرضية طبعا هذا الفيديو رح يكون طويل نوعا ما ما رح اشذب عليكم لانه اصلا تقريبا حوالي الستين سلايد لو كل سلايد الدقيقة فهاي ساعة رح يكون طويل نوعا ما بهاي السلايدة رح يحكي لي عن الفيكسيشن بصورة عامة رح ينطيني حالات الفيكسيشن وايضا راح يعرف لي الفيكساتيبز تمام this is a process by which the constituents of cell and tissue are fixed in يعني المثبت او عملية التثبيت التم على مستوى الخلية وعلى مستوى التشو كامل تمام فالتثبيت رح يكون للعينة من جميع النواحي بالنسبة الحالات الفيكسيشن اللي هي الفيكسيشن اللي هي الفيزيكال ستايت والكميكال ستايت بالنسبة الفيزيكال فمنطيني بس امثلة اللي هي البكتريال سلايد دراينغ اوف بلود سلايد اللي هي تشفيف البلود فيلم على الاير فروزن سكشن اللي هي المقاطع المجمدة انت اور سايتولوجي سلايد اللي هي العينات الخلوية بالنسبة للكيميكال ستايت تمام هاي الكيميكال ستايت او الحالة اللي استعمل بها الكيميكالز تمام so that they will be followed by subsequent treatment in order to prevent post-mortal changes يعني بالكيميكال ستايت او بالحالة الكيميائية رح اسوي معالجة تمنع عندي وضع ما بعد الموت اللي هو post-mortal changes كنا نعرف انه الكائن من يموت راح تصير عليها تغيرات بجسمه تمام الخلايا راح تفقد وظيفتها او اي خلية تطلع من الكائن تمام راح تموت وهاي من تموت الخلية راح تفقد وظيفتها وشكلها يتغير وهو يتصر عليها اشياء من ضمن هاي الاشياء اللي تصير بالpost-mortal changes اللي هي الاوتوليسيز التحلل putrefaction of the cell تعفن الخلايا shrinkage or swallowing of the cell اللي هو الانكماش والانتفاخ مع الخلايا وطبعا هاي الاشياء كلها تأثر على التشخيص ممكن تطين تشخيص غلط loss of receptor site الرسبترات تخسر مواقعها على الخلية او ممكن حتى المواقع يعني الرسبتر كلها تختفي تمام dissolve material from the cell ممكن حتى عندي المواد اللي موجودة داخل الخلية الذوب ببعضها وتتلاشى فلذلك لازم اني اعالج التشو بطريقة معينة حتى احافظ عليه كأنه هي قدر الامكان this is achieved by exposing the tissue to chemical compound يعني حتى احقق هذا الشيء لازم اعرض التشو البعض المواد الكيميائية تمام هاي المواد الكيميائية اسميها مثبتات اللي هي المثبتات اللي تمنع post-mortal changes هسا بالسلايدة البعدها the purpose of fixation is to preserve tissue permanently in as a lifelike state as possible هسا من اهداف الفكسيشن هي المحافظة على النسيج كأنه نسيج حي قدر الامكان هاي الملاحظة انا قلت لكم عليها بذيج السلايدة the fixative should be 15-20 مرة more in volume than the specimen هسا حجم وكمية مادة التثبيت لازم تكون حوالي 20 ضعف اكثر من العينة تمام يعني عندي عينة 1 سنتيمتر لازم اثبتها بعشرين ضعف من المادة المثبتة تمام وهذه من احد الشروط اللي لازم اوفرها بالفكسيشن الناجح او صحيح mechanism of action of fixatives most fixative act by denaturing or precipitating protein معظم الفكسيشن عندي يشتغلون على تغيير شكل البروتين نفسه denaturing البروتين او precipitating البروتين يعني يسحب لي البروتينات من النسيج ويرسب لي اياها هذا النسيج راح يصير عندي يشبه السبونج او الشبكة tend to bend to other components يعني انا سحبت من عند البروتينات حتى اروح واربطه باشياء ثانية بعدين راح اضيفها تمام اللي هي الصبغات بين قوسين تمام فهي هاي الطريقة اللي يشتغل بيها اغلب المثبتات هسا aim of fixation هنا راح يذكر لي اهداف عملية التثبيت على شكل نقاط it should prevent autolysis putrefaction of the cell مثل ما قلت لكم انا بالسلايد الاولى انه لازم امنع وضع ما بعد الموت تمام فوحدة من الاشياء اللي هي بوضع ما بعد الموت post-mortal changes اللي هي autolysis التحلل putrefaction of the cell اللي هي تعفن الخلايا it should penetrate evenly and rapidly لازم عندي هاي الفكسيشن او مادة التثبيت لازم تفوت عندي بشكل متساوي وايضا بشكل سريع الى جميع انحاء التشو او الى جميع انحاء العينة it should harden the tissue هسا بهاي النقطة شوية اريد استوقف تمام بالنسبة للharden الharden قصدهم هنانا انه يكون قاسي وليس صلب تمام لانه اذا صار عندي النسيج صلب اول شي ممكن ما راح يتقطع عندي تمام يعني يتوقف بمرحلة التقطيع وما راح يتقطع او يصير عندي تعرجات لما اقطع من احطع المايكروتوم ممكن العينة يصير بها تعرجات تمام فما راح يكون عندي نسيج متساوي وهذا الشي راح يخرب لي العينة فلذلك لازم يكون شوية انطي صلبة لكن مو هواية تمام مو كثير الصلابة ما تتكون فنسميها قاسي increase the optical density لازم تزيد كثافة البصرية should not cause changes in the shape shrinkage or swallowing للسل وهي الاشياء قدناها بالpost mortal changes انه لازم ما ينكمش وما ينتفخ عندي الخلايا لانه هاي الاشياء ممكن تأثر على تشخيص العينة must not react with the receptor sites يعني ما لازم يتفاعل بي الريسترات الموجودة اصلا على الخلية thus must not interfere with the staining procedure اكو بعض المثبتات تأثر لي على المراحل الجاية اللي راح تيجيني بعدين منعدها مرحلة staining اكو بعض المثبتات ممكن تأثر على وضوح الصبغة يعني الصبغة تكون عندي مو واضحة فهاي المثبتات اين ما لازم استعملها يعني ما راح استفاد انا لازم اصبغ تشو حتى اقدر اشوفها تمام فلذلك لازم اختار fixation ما يأثر لي على المراحل اللي جاية it must be cheap and easily available لازم يكون رخيص وايضا متوفر بشكل كبير لانه اذا كان غالي ممكن هذا الشي يعني يسوي لعينه بمبالغة كثير كبيرة تمام وهذا الشي يمكن ما يتحمل اصلا المريض لانه هاي الاتعاب والدفع كلها راح يكون على المريض تمام فممكن انه هاي الاتعاب ما يتحملها المريض فلذلك لازم تكون رخيصة حسا هاي السلايدة عبارة عن تكملة good fixative is more most important factor in the production of satisfactory results in histopathology طبعا مرحلة التثبيت هي اهم مرحلة بمراحل تحضير العين المرضية لانه اذا صار عندي اي خلل بمرحلة التثبيت راح يكون عندي كل المراحل الجاية غلط ورح يطلع عندي تشخيص العين غلط فلذلك لازم تكون مرحلة التثبيت اتأكد انه هي صحيحة مية بالمية وحتى اتلاف الاخطاء اللي جاية بعدين following factors are important هسا رح يذكر لي 3 نقاط لازم احققها حتى تكون عندي العينة صحيحة قدر الامكان fresh tissue اول شي لازم يكون fresh لازم يكون التشو جديد لانه اي تأخير بمرحلة الفيكسيشن راح تأدي عندي الى خلل وراح يصير عندي post mortal change وهذا الشي انا ما اريده proper penetration of tissue by fixatives لازم يفوت عندي مادة التثبيت الى كل انحاء العينة كل ارجاء العينة لازم تفوت بيها الفيكساتيف تمام حتى كل الخلايا عندي تثبت والخلايا ما تتغير اشكالها وبعدين يمكن احكم غلط واشخص غلط فلذلك لازم تكون عندي proper penetration يعني دخول الفيكسيشن او الفيكساتيف بشكل كامل على كل انحاء العينة correct choice of fixative هسا خلنا اتفق على شغلة مقدما انه ما عندي اني fixative ملاءة من كل انواع العينات المرضية تمام كل عينة من العينات او كل جزء من اجزاء الجسم لازم عنده مثبت خاص بي او هذا المثبت يكون احسن شيء لهاي العينة تمام فلازم اني اختار الفيكساتيف المناسب للعينة حتى تطلع عندي العينة صحيحة هسا بهاي السلايدة no fixative will penetrate a piece of tissue thicker than 1 سنتيمتر هسا بالنسبة للتقطيع مع العينة لازم اقطع العينة من جميع النواحي بحيث ما تزيد عندي عن 1 سنتيمتر تمام لانه الفيكسيشن ما رح يفوت بعينة اثخن من 1 سنتيمتر عندي ملاحظة هنانا انه الدكتور باللاب قال لنا انه ممكن تنقبل العينة اللي تكون 2 سنتيمتر لكن بالشابتر الاصل انه تكون اقل من 1 سنتيمتر او 1 سنتيمتر اللي اثخن من عدها رح يصر عندي مشاكل بالpentration لل fixative for dealing with a specimen thicker than this the following method are recommended هسا اكو بعض العينات هي تحكمني وما اقدر اقطعها ال 1 سنتيمتر تمام يعني هي يعني هي تأثر علي ما اقدر اني اقطع بس 1 سنتيمتر بهاي الحالة راح تيجيني بعض المثود اللي هي الطرق اللي لازم اتبعها حتى تكون عندي العينة صحيحة قدر الامكان هسا بالنسبة للsolid organ اللي هي الاعضاء اللي شوية تكون قاسية cut slices as necessary but not thicker than 5 مليمتر بالsolid organ اللي هي مثل ما قلنا الاعضاء الصلبة اللي شوية تكون صلبة لازم اقطع شرائح slices as necessary but not thicker than 5 مليمتر يعني ما تكون اكثر من 5 مليمتر شرائح بالنسبة للhalo organ الhalo organ اللي هي المجاوفة الاعضاء المجاوفة either open يا اما افتحها وافردها تمام يعني اقصها وافردها or fill with fixative تمام وامليها fixative يعني من الداخل احقنها fixative او المهم انه يوصل fixative الى جميع انحاء العينة or pack lightly with the wool socket and fixative يا اما ادخل بها قطن وهذا القطن يكون مليان بالfixative تمام مشبع بالfixative بالنسبة للlarge specimen عينة يعني لازم احافظ عليها انه هي تكون large يعني مثلا المحنطات it required this section تمام inject a fixative along the vessel or a bronchi as in case of lung so that is reach all parts of the organ احنان الدكتور قال انه اكو بعض المحنطات يضخون بيها الفيكسative مثل القلب تمام تكون مثل مضخة تشبه القلب راح اضخ عندي الفيكسative الى جميع الانحاء مال العينة عن طريق الفيسلز مالتها تمام عن طريق الاوعية مالتها اخلي بيها المضخات هاي المضخات راح تنقلي الفيكسative الى جميع انحاء العينة عن طريق الانجكت للفيكسative بالفيسل يعني احقن الفيكسative هذا بالفيسلز مالتها وبالاوعية مالتها اللي هي مثل البرونكاي اللي بالرأة تمام الخلايا ما الرأة واللنج مثل ما قلت لكم اللنج حسا بالنسبة للpreparation of ideal fixative prevent autolysis and bacterial decomposition تمام لازم امنعها من التحلل او التحلل اللي يصير عندي بسبب البكتيريا تمام او تراكم البكتيريا preserve tissue in the natural state and fix all components لازم قلت لكم احافظ علي قدر الامكان كأنه نسيج حي تمام ولازم اثبت جميع مكونات هاي العينة make the cellular component insoluble to reagent used in tissue processing لازم اخلي عندي المواد الخلوية اللي موجودة بالتشو تكون insoluble لانو انا ما اريد افقدها تمام من احطها بالرياجنت بعدين للتشو بروسسنج preserve tissue volume لازم احافظ اني على الvolume ما التشو لازم احافظ على حجم التشو وطبعا بالتجربة الدكتور قال انه اكو بعض التشو نفش تمام يعني زاد حجمه فقال انه ممكن يكون الفورمالين تركيزه مو صحيح تمام فلذلك زاد عندي حجم بعض انواع التشو فلتجنب الخطأ هذا اللي صار تمام او اي خطأ صار او الخطوطين كانت بالعملية هي فورمالين او الخطوطين فورمالين حتى مثل ما نقول انه وحدنا الموجة هس احنا نتكمل النقاط القبلها افويد اكساسيف هاردنينج اوف تشو مثل ما قلت لكم انه لازم يكون قاسي وليس صلب الاو انهانسنج ستينينج اوف تشو وهنا نهمينه ذكرتها سابقا انه لازم ما اعرقلي المراحل اللي جاية وخاصة الستينينج تمام لانه اكو بعض الفيكسيشن ممكن تأثر عندي على وضوح الصبغة واني هادا الشي ما اريده فبالعكس لازم اختار فكسيتف يساعد انه يعزز الصبغة عندي should be non-toxic and non-allergic for user لازم يكون قدر الامكان موسام ومو مهيج should not be very expensive انه ما يكون غالي مثل ما قلت لكم سابقون هسا method of fixation تمام هسا هاي السلايدة المهمة لانه قال الدكتور انه هي مو موجودة بالكتاب هسا بالنسبة للهيت فكسيشن الهيت فكسيشن اللي هي نحن متعودين عليها بالبكتيريا بالبكتيريا سلايد اثبت بالهيت perfusion اللي هي التخطية بالرش تمام هذا الشي يستعملوا بالpap smear تمام الpap smear يستعملوا لها formaline rush وبحيث يساوي fixation للتشو من بره بالنسبة الemergent اللي هو الغمر يعني اغمر التشو او العينة اغمرها بالfixative ال vapor method تكون بال ultra sound اللي هي الطريقة الباردة وممكن تكون بالحرارة اللي هي الطريقة الساخنة تمام هاي بالنسبة ال vapor method بحيث انه هاي الطريقة استعملها حتى ياخذ النسيج او تاخذ العينة القدر اللي تحتاجه بالضبط من الفيكساتيو تمام هسا بالنسبة للface partition method هاي الطريقة تشبه الطريقة مال vapor method تمام بالنسبة للface partition method in face partition fixation tissue is merged in non-aqueous solvents at equilibrium with an aqueous solution يعني راح يكون عندي non-aqueous واqueous بقدر متساوي fixing agent to minimize osmetic effect it like to be fixation with vapor مثل ما قلت لكم قاني قبل شوي انه هاي الطريقة تشبه ال vapor method بحيث راح يكون عندي aqueous و non-aqueous solution راح ادمجهم الطريقة معينة مع بعضهم بحيث صير التشو ياخذ الفيكساتيشن بالقدر اللي يحتاجه والوقت اللي يحافظ على التشو من الانتفاخ والانكماش وطبعا هاي الطريقة هي للأبحاث فقط research only تستعمل عندي مثلا الكارتلج والبون مارو اجزاء معينة منعتها طبعا هاي الصورة العملية ما التقطيع ما النسيج الcutting وهنا الemergent بالبرافين اتوقع بالنسبة لclassification of fixatives عندي اني مثبتات فيزيائية اللي هي الهيت والفريزنج وعندي مثبتات كيميائية تمام وهس راح نجي عليها واحدة واحدة بالتفصيل هس بالنسبة لهاي السلايده ما رضا ضيع وقت انه بس اقراها تمام لانه راح نجي النقطة نقطة من عندها بالتفصيل تمام بالنسبة simple fixatives or primary fixatives اللي هي الاساسيات تمام او البسيطات اللي هي مكونة من شي واحد or non-mixed fixative هاي ثلاث اسماء للشي واحد اللي هو simple fixatives اول نوع اللي هو الفورمالين الفورمالين البيس مالته عبارة عن مي تمام non-coagulant fixative تمام فهو لذلك ما بيزبط للاشياء اللي تتخثر تمام مثل الدم والساينوفيا الفلود ما استعمل الفورمالين وي الدم الاشياء اللي بيها دم واللي بيها ساينوفيا الفلود لذلك بالمحاضرة او باللاب من اشتغلنا بالفورمالين قلنا العين اللي بيها دم لازم نخسلها بنورمال سلاين تمام وبعدين نثبتها بالفورمالين هو acidic و cheap easy to prepare سهل التحضير و relatively stable يعني ما يستسوي رواسب او يتطاير طبعا هاي يعني عشان قلكم انه احسن من غيره بهاي الشغلة انه هو stable تمام بس هو ممكن يكون يترسب في بعض الاحيان بالنسبة لل mercuric chloride هو coagulant fixative تمام يعني يستعمل الاشياء اللي بيهدم black precipitate in tissue بس من الاشياء اللي اللي سويها انه يسوي لي رواسب لونها اسود بالتشو بالنسبة للglacial acetic acid هاذا الglacial acetic acid او هاذا ال fixatives ريحته تشبه الخل تمام عنده bunched smell ريحته لاذعة اسميه glacial تمام او ثلجي معناها ثلجي لانه يتجمد على 17 درجة اللي هي درجة سيليزية تمام يعني تقريبا بدرجة حرارة الغرفة بالايام الباردة هو يكون متجمد تمام فلذلك هو اسمه glacial acetic acid protein precipitant يرسب لي البروتينات يسحب لي البروتينات colorless solution يعني ما الى لون بالنسبة للعامود الثاني نبلش بالاثل الكحول اللي هو colorless liquid ما الى لون او reducing agent reducing agent يعني اقدر استعملوية الاشياء اللي تحتوي على دم تمام وما راح يصير لونة اسود مثل الميركري كيلورايد فلذلك ممكن اصبغ بالطحال مثلا اشياء تحتوي على دم منه وبيه الدم بالنسبة للاثميوم tetroxide strong oxidizing agent تمام اكو عندي reducing agent وعندي oxidizing agent هاي الاشياء لازم نركز عليها وبالنسبة ان هو expensive poor penetration تمام غالي وما يدخل العين يعني بكل من كل انحاءها فلذلك بطلنا نستعمله تمام استعماله اتوقف بالنسبة البوتاسيوم dichromite strong fixative وfix lipid هو قوي وممكن يثبت عندي الدهون اللي موجودة بالتشو trichloroacetic acid يسوي لي عندي protein precipitant يسحب لي البروتينات picric acid طبعا هذا من الجيف ينفجر فلذلك بطل يعني المختبرات يستعملوا او اذا يستعملوا فالى يعني اشياء دولية معينة protein precipitant ايضا يسحب البروتينات يرسب ليها use a saturated solution هسا بالنسبة للمثبتات اللي استعملها ويا المايكرو اناتوميكل اول نوع اللي هو العشرة بالمية formal saline اللي هو مستعمل بشكل واسع اللي هو المثبت العام اصلا عشرة بالمية natural buffer formaline اللي مستعمل ويا بفر هو يشبه النوع الاول بس ويا بفر sauce solution الاسم الاول مو مطالبين به مطالبين احنا ب sauce solution formal sublimate او formal saline sublimate تمام zinger fluid والhelly fluid bounce fluid والgenders fluid هاي اللي استعملها بالmicro anatomical تمام هسا بالنسبة اللي راح يحتيلي ويشرحلي على simple fixatives formaline اللي هو most commonly used fixatives is formaline اللي هو الاكثر استعمالا ال base malta عبارة عن مي it is prepared by mixing 40% formaldehyde gas and weight to volume of distilled water احط 40% formaldehyde gas وياها letter may فاسوي stock solution يعني هاي النقطة الاولى هي عبارة عن شلان اسوي stock solution بعدين من هاي stock solution اخذ منعدها 10% اخففها يصير formaline اللي هي بالنقطة الوراها routine اللي 10% formaline is used which is prepared by mixing 10ml of 100% formaline in 90ml of distilled water يعني اجيب 10ml formaline و90ml distilled water يصير عندي اني 10% formaline تمام formaline نحن رجلنا انه هو base malta may لانه اصلا 90% من 10% هي عبارة عن مي تمام 90% هي مي فلذلك قلنا عنه انو base malta may بالنسبة للنقطة الثانية من قلتلكم 40% المية waived volume waived to volume عفوا اللي هي هذا يطلع منعدها الconcentrated اللي قلتلكم اللي هو stock solution فمكتوبة بالنقطة الوراها the result mixture is 100% formaline فهو الconcentrated شلون احضر الconcentrated الطريقة الفوق النقطة الثانية شلون احضر العشرة بالمية اللي هي الطريقة اللي جاوة بالنسبة للmechanism of action شلون يشتغل عندي الفورمالين تform crosslinked between amino acid of a protein whereby making them insoluble هسا راح البروتين شلون يرسب ليها راح يسوي لي عم بيها crosslink هاي الكروسلينك تمام تخليها insoluble من صارت هي insoluble راح تترسب وتنزل البروتينات it fixed 4mm thick tissue in 8 hours يعني عندي عينة السمك مانتها 4mm ممكن يثبت عندي بثمان ساعات اذا استعملت الفورمالين هسا الكل مثبت عندي اياه انه عنده advantage و disadvantage تمام بالنسبة ال advantage ماتة اللي هو rapid penetration يعني الدخول ماتة الجميع انحاء العينة سريع easy availability and cheap سهل التوفير و تكون السعر ماتة رخيص does not over harden the tissue طبعا قلنا انه لازم ما يكون عندي التشو او العينة تكون قاسية جدا او صلبة لدرجة ما اقدر حتى اقطعها تمام فلازم تكون شوية قاسية وهذا شيء يوفرها الفورمالين القساوة الصح يوفرها الفورمالين fixed lipid for frozen section ممكن يثبت عندي اللبد الدهون agile for meeling او meeling اكو بعض العينات ممكن تاخذ وقت حتى توصل الى الطبيب او توصل الى المكان اللي يقرون بالعينة تمام يعني transporting media تشتغل الفورمالين ك transporting media مناسبة للتوصيل تمام ممكن يسبب عندي تهيج للانف وللعيون وللانسجة المخاطية formation of precipitates of paraformaldehyde which can be prevented by adding من دعش ال 16% مثانول هسا من احط الفورمالين الفترة طويلة رح يترسب عندي اشلون اعالج هذا الترسب احط له مثانول من 2 الى 3 دروب او من دعش الى 16% رح يرجع عندي الفورمالين طبيعي بالنسبة لل formation of black black formalin pigment الفورمالين طبعا مثل ما قلنا احنا بالسلايد السابقة انه راح يشكل عندي black pigment اللي هو acid formaldehyde hematine هسا الhematine هي ارتباط الفورمالين والهيمغلوبين ما الدم فينطيني راسب اسود هسا اني العينات اللي بيها دم اتجنب استعملها فورمالين حتى ما يصير عندي ارتباط بين الفورمالين والهيمغلوبين اللي موجود بالدم فيصير عندي pigment اسود تمام؟ فحتى اتجنب هذا الشيء يا اما يعني ما استعمل الفورمالين نهائيا يا اما اخسل بالnormal saline ووراها اثبت الفورمالين هسا خلصنا الsimple فكساتف رح نيجي على الكمباوند فكساتف بالنسبة الكمباوند فكساتف اللي هي المكونة من أكثر من مكون تمام المادة التثبيت مكونة من أكثر من مكون لازم مكوناتها نحفظها بالنسبة هاي السلايدة بالذات هي تعريف للفكساتفز أنواع الفكساتفز بشكل عام تمام هنا مدى يحدد لي فقط الكمباوند فكساتف تمام المايكرواناتوميكال فكساتف اللي هي اللي حتى أصلا موجودة Micro-anatomical fixative بالsimple fixative فهذا تعريفها They are used to preserve the anatomy of the tissue اللي هي المحافظة على الاناتومي والتشو شكل التشو Cytological fixative They are used to fix intracellular structure اللي موجودة داخل الخلية يثبت للأشياء اللي موجودة داخل الخلية بالنسبة للhistochemical fixatives They are used to demonstrate the chemical constituent of the cell تمام رح يثبت لي مكونات الخلية كيميائيا هذا بالنسبة للMicro-anatomical fixatives أول نوع اللي هو 10% formal saline It is a micro-anatomical fixative مثل ما ذكرنا أنه هي تحافظ على الاناتوميكال of the tissue Ideal for fixation of the brain يعني هاي ممكن يجيب إياها مثل أسئلة أنه شنو الفكسative المناسب للبراين نقول لها أنه هي formal saline 10% لأنه أكوب كل نوع من الأنواع رح تيجين لقدام ذاكر لي بعض التشوء المناسبة لها تمام البفرت فورمالين تمام نحنا قلنا أنه 10% formal saline تشبه البفرت فورمالين Due to a presence of buffer the pH of the solution remain at nature or near nature يعني بهذا النوع من الأنواع رح يحافظ لي على ال pH مع solution نفسه تمام يعني ما رح يصير أسدك وما رح يصير basic ما رح يتغير عندي ال pH و رح يظل كأنه طبيعي أو يشبه الطبيعي تمام طبيعي أو يشبه الطبيعي عفوا As a result formalene pigment formation doesn't take place يعني بالامتحان ممكن يقول لكم شلون ممكن أتجنب black pigment بال formal saline تقولوا لها ممكن نستعمل 10% بفرت فورمالين أضيف لها بفر تمام للفورمالين بحيث ما يصير عندي راسب أسود بسبب ارتباط الفورمالين بالهيموغلوبين تمام فتتكون عندي الهيماتين هس بالنسبة للcytological fixatives نيوكلير عندي والcytoplasmic يعني أكو أشياء أو fixatives تثبت عندي النيوكلير وعندي fixative تثبت عندي الساعتو بلازم تمام فمن المثبتات اللي تثبت عندي النيوكلير اللي هي الكارنويز فلويد كلارك فلويد نيو كومرز فلويد والفليمينج فلويد هسا بالنسبة للمهم اللي هي الفليمينج فلويد والكارنويز فلويد هذان الأشياء اللي مستعملة لحد الآن تمام بالنسبة للكلاركس والنيو كومرز هاي بطل أحد يستعمل هنا بالنسبة للسايتو بلازمك fixatives اللي هي التشامبي فلويد والريجاودز فلويد أو ريجاودز بطل أحد يستعملها بالنسبة للهستو كيميكال fixatives اللي هي الفورماسالاين الكولد اسيتون والابسليوت الكوحول هزا كومبوزيشن of fixatives من شنو تتكون عندي هاي الفيكساتيف من هي هاي الفيكساتيف اللي هي الكمباونت نفسها تمام فبالنسبة الأول نوع اللي هو الزينجر solution تمام اه الوقت اللي يحتاجه حتى يثبت عندي النسيج من أربعة إلى 24 ساعة البيس مالتا عبارة عن مي الأساس مالتا عبارة عن دستل ووتر اه طبعا هاي التسعمية وخمسين مل والخمسة وعشرين غرام هاي مو مطالبين بيها بس مطالبين بالأشياء المكونات نفسها ما اللي solution potassium dichromate ميكرك كلورايد وكليشي الأستيك أسد تمام اه بالنسبة للهيليز بما أنه نحنا حكينا عن الزينجر فلازم نحكي على الهيليز حتى لو هو مكتوب هنا اه الهيليز هو نفسه بس بدل الجليشي الأستيك أسد راح تضاف عندي خمسة مل فورمالين تمام فالزينجر يشبه الهيليز فلويد بالنسبة للزينجر solution نكمل بي اللي هو فكس تشو شود بي ووشد اوورنايت اه رننج تاب ووتر بفور بروسسنج لازم عندي النسيج يظال ينغسل اوورنايت تمام اه طول الليل لازم اظل اغسله بالتاب ووتر قبل التحضير الباقي المراحل بالنسبة للبونس فلويد اه بيكريك أسد الفورمالين راح يكون اله الاساس ماتة هو عبارة عن بيكريك أسد ومي تمام لانه اكويس فهو مي تمام بيكريك أسد ومي تركزونا على الكلمة saturated aqueous فورمالين وبلاشي الأستيك أسد وفيكس التشو تو بي ترانسفير تو سبعين بالمية الكحول لازم انقلى السبعين بالمية الكحول حتى يصير عندي التشو نفسه لازم يكون موقول للكحول حتى تكون العملية صحة بالنسبة للcar noise fluid اللي هو يحتاج من واحد الى ثلاث ساعات حتى يثبت عندي النسيج وطبعا يحتاج هذا الوقت القليل لانه اصلا يسبب انكماش للخلايا تمام فمن تنكمش عند الخلية رح يقل حجمها فيعني الوقت ما الفيكسيشن اقل البيس مالته هذا البيس مالته عبارة عن ايثانول مكون ايضا من الكلوروفورم glacial acetic acid فكس تشو شود بي بروسست اميديتلي فور او ترانسفير تو ثمانين بالمية الكحول طبعا بالcar noise fluid لازم يتم عندي البروسست تكميل العملية تحضر العين مباشرة يعني ما انتظر مباشرة اخذ العين من نانا واكمل الاميرجنج والستينج يعني واحدة ورثانية مباشرة او اروح انقل بثمانين بالمية الكحول حتى اخلي يعني ينتظر لحد ما انا اشتغل الاشياء الباقية بالنسبة للشامبيز فلويد هذا يعني مو مهم لانه بطل احد يستعمله تمام فالدكتور ما اشرحه بس هو اصلا مكون من ميثانول ابسوليوت ميثانول وكلوروفورم وقليشي الاساتيك اسد هذا نفسه اللي قلتلكم عليه اللي يشبه الزينجر فلويد اسمه هالليز فلويد الفكسيشن يحتاج من 12 الى 24 ساعة تيثبتلي النسيج بالكامل مكون من بوتاسيوم دايكرومايت ميكريك كلورايد صوديوم سالفايت و الدستل ووتر وطبعا البيس مالته عبارة عن مي وأيضا يثبتلي العينات اللي بهدم مثل الطحال تمام بالنسبة للستوكس سليوشن اه ه عبارة عن كيرونوا إاحة 100 مل من عندها راح تون عبارة عن كيرون fått اطبعا الستوكس السليوشن أصلا مذكور بال كيرون قليلا طرال الطريقة التحضير بالكامل موجودة بالفور مالين بالنسبة للسوسة سليوشن فالسوسة سليوشن موجود بي ستوك سليوشن اي وستوك سليوشن بي وكل واحد لازم نحفظ المكونات مالتها بالنسبة للستوك سليوشن اي فهي المكركي كلورايد سوديوم كلورايد تراي تراي كلورو أسيتك أسد أو دستيلت ووتر أساس مات مي وبالنسبة للنوع الثاني اللي هو البي الجليشي الأسيتك أسد والفور مال دهايد ميكس سليوشن اي ان بي فور هارت تشو سوش از يعني هذا السوسة سليوشن يستعمل عندي أصلا ويه العينات الصلبة العينات الصلبة مثل الانر اير الأذن الداخلية ويهج اكسلنت منتراشن ويهج اكسلنت منتراشن من الفيكساتف اللي اتوفر عندي اكسلنت منتراشن رح تفوت الجميع أنحاء العينة ويهج اكسلنت منتراشن الانكي ما شمالته رح يكون قليل it is also good fixative for muscle فمثل ما قلت لكم انه ممكن الدكتور يقول انه شنو الفيكساتف المناسب للانر اير فنحنا نقول له انه السوسة سليوشن تمام فلازم نحفظ الأمثلة اللي موجودة ويهج كل نوع من أنواع الفيكساتف بالنسبة للجلوترالدهايد يكون أقوى بترسيب البروتين أقوى بصحب البروتين وأكثر شي يستعمل الالكترون مايكروسكوب اللي هو البلوترالدهايد يستعمل الالكترون مايكروسكوب لأنه أصلا ينطيني قساوة وهاي القساوة أنا أصلا أحتاجها بالالكترون مايكروسكوب بالنسبة للجوموري فيكساتف اللي هو المكرك 2 كلورايد فورمالين وووتر هاي ثلاث أشياء أخبطها مع بعض أدمجها هو يعني ينطيني إدخال جيد للفيكساتف إلى داخل أجزاء التشو وممكن أيضا عندي يفوت الجميع أنحاء الخلية من الداخل تمام بالنسبة للإثيل الكحول الزايلين هو هيدروفيلك ميكس أندراي فور هستو كيميكال أنت سايتولوجي أستعمل بيها الأبسوليوت الكحول مثل الباب سمير بالنسبة لعندي عوامل هاي العوامل تأثر عندي على فعالية الفيكساتف نفسه تمام؟ هاي العوامل تأثر على الفيكساتف منعدها التمبرتشر تمام؟ التمبرتشر لما نزيد عندي درجة الحرارة راح تزيد عندي الفيكساتف راح يزيد عندي البنتريشن لكن الأصل أنه كل فيكساتف إلا درجة حرارة معينة للتعامل وياه تمام؟ مثل الجليشي الأستيك أسد يجمد على درجة حرارة 17 فالأصل أنه كل نوع من أنواع الفيكساتف إلا تعامل خاصة بدرجة الحرارة بس بشكل عام أنه كل ما زادت درجة الحرارة راح تزيد عندي البنتريشن ورح يكون الفيكساتف أحسن التمبرتشر تأثر لي على شكل التشو For electron microscope and some histochemical procedure the temperature for fixation is usually من صفر الأربعة سليزي تمام؟ هاي بالنسبة للإكترون مايكروسكوب والهيستو كيميكال It will increase the rate of penetration مثل ما قلت لكم أنه هي راح تحسن عملية دخول الفيكساتف إلى داخل الخلية It will also increase the rate of autolysis and diffusion of cellular components بالنسبة لدرجة الحرارة كل ما زادت درجة الحرارة راح تزيد عندي الrate للأوتوليس درجة التحلل تمام؟ and diffusion of cellular component راح تطلع عندي أو تدخل عندي المكونات مع الخلية نفسها فهاي من الdisadvantages تمام؟ هسا بالنسبة للsize الإيديال size for the tissue should be 3 مايكرو متر تمام؟ مايكرو متر Volume ratio اللي هو الحجم تمام؟ Volume of fixative is at least 15-20 مرة greater than volume tissue وهذا الشي شرحناه بأول تشابتر من قلنا أنه عملية التثبيت الصح لازم تكون كمية الفيكساتف كمية المادة المثبتة أكثر بـ 20 مرة تقريبا من حجم العينة نفسها يعني إذا عندي 1 سنتيمتر لازم أجيب 20 ضعف من المادة المثبتة حتى أثبت بطريقة صحيحة بالنسبة للتايم الوقت الوقت أيضا يؤثر على الفيكسيشن تمام؟ الميليمام فكسيشن تايم for 5 ميكرو متر tissue is 12 ساعة يعني أقل وقت ممكن أحتاج حتى أثبت عين السمو كمالتها 5 ميكرو متر أحتاج 2 ساعة for electron microscope slice tissue is preserved for 3 ساعات in 3% glutaraldehyde مثل ما قلت لكم أنه glutaraldehyde مناسب جدا للإلكترون مايكروسكوب عفوا فدايما من أسمع الكترون مايكروسكوب رأسا أذكر أنه أنا لازم أستعمل glutaraldehyde في مرحلة من المراحل اللي هي مالفكسيشن Prolonged fixation in aldehyde can cause shrinkage and hardening for the tissue serve inhibition of enzyme activity severe عفوا بالنسبة من أطول مرحلة الفيكسيشن بالaldehyde ممكن يسوي عندي shrinkage أو hardening ممكن ينكمش عندي أو يصير عندي قساوة بالنسيج تمام؟ هو أصلا منين كمش رح يصير قاسي of the tissue and severe inhibition of the enzyme activity وطبعا نحنا قلنا أنه عملية الفيكسيشن لازم تحافظ لي على الخلية كأنه عايشة قدر الإمكان فمن تبطل عندي الـ enzyme activity أو تبطل تشتغل فممكن الخلية يصير بيها post-mortal changes بالنسبة للامتحان العملي أتوقع أنه الدكتور قال أنه هيش رح تيجيكم الأسئلة بالنسبة للصورة اللي موجودة على اليسار فهي small intestine well preserved يعني هاي عينة من small intestine جيدة الصنع أو جيدة التحضير تمام؟ بالنسبة للعينة اللي موجودة على اليمين الـ autolysis small intestine هاي صاير لها autolysis متعرضة autolysis متحللة فأمبين شكلها طريقة معينة هسا بالنسبة للنقطة الخامسة هاي تكمل النقاط تمام؟ بعد الـ time تيجي عندي choice of fixative مثل ما قلنا أنه ما عندي آني fixative ملائم لجميع أنواع العينات تمام؟ فكل نوع من أنواع العينات إلا نوع من أنواع fixative المناسب إلا the method of fixation should be selected immediately once the specimen is presented تمام؟ أول ما أحصل على العينة لازم أختار النوع المناسب من fixative for a gout اللي هو داء الملوك اللي هو تراكم ما يوريك أسد بالعظام والمفاصل goat crystals مثل ما قلت لكم أنه هي اليوريك أسد كريستال a fixative of choice is absolute الكحول احنا دا يمطيني مثال على نوع من أنواع fixatives المناسب للحالة تمام؟ اللي هي الـ goat وياها absolute الكحول بالنسبة للإلكترون مايكروسكوب مثل ما قلت لكم من النسبة للإلكترون مايكروسكوب رأسا نستعمل الـ gluter aldehyde ويخطر على بانه الـ gluter aldehyde طبعا هذا الجدول ما داخل ويانا تمام؟ بالامتحان مو داخل لكن ممكن تستفادوا من عنده أنه مثلا 10% formal alcohol لونه كلير واستعمله ويا الـ EM specimen اللي هي الـ electron microscope والـ gluter aldehyde نفس الشيء اللي هو استعمله ويا الـ electron microscope فممكن نستفاد من عنده أو مثلا العشرة بالمئة formalين استعملها بالروتين العينات الروتينية بالنسبة للـ penetration هي سادس نقطة من الأشياء اللي تأثر عندي على الـ fixation حسا بالنسبة للـ fixative مثل ما قلت لكم أن الحرارة ممكن تأثر وتدخل الـ fixation عندي بدرجة أكبر بمعدل أكبر لجميع أنحاء التشو من الداخل فبالنسبة عندي كل ما زاد سمك العينة كل ما زادت عندي صعوبة الدخول الـ fixation إلى الداخل تمام؟ يعني ممكن الـ fixation يفوت عندي بأول كم طبقة وبعدين يوقف أو يتأخر أو يراد لوقت أعلى أو أكبر حتى يفوت عندي الأبعد نقطة من التشو fixative penetration the tissue at different rate يعني الفكساتف يتوزع عندي ويفوت عندي للتشو بمعدلات مختلفة مثل ما قلت لكم أنه ممكن يوقف عندي بطبقة معينة the tissue is fixed starting at periphery تمام؟ أول ما يفوت عندي الفكساتف راح يفوت عندي من الخارج تمام؟ وكل ما كانت قوة الـ penetration عالية بهذا الفكساتف راح يقدر يفوت الطبقات أكثر من التشو فالدخور راح يكون من الـ periphery من الأطراف إلى الـ inward الحد ما يوصل للـ center of the tissue هذا تجاه الـ penetration مهم هسا سابع نقطة ممكن تأثر عندي على fixation وأداء fixative اللي هي tissue storage storage wet tissue الأنسجة اللي هي الـ wet اللي تكون رطبة is very important because often the tissue is needed for further studies دراسات ممكن لازم أدرس التشو حتى أختار عندي الفكساتف الصح تشو fix in natural buffers for maline are usually safe to use بالنسبة للـ for maline هو الأكثر safe أكثر أماناً مع أنه يسوي الرتنت تمام يسوي عندي تهيج بس هو أكثر أماناً للاستعمال non-fixed tissue may remain in 70 مثل الكحول الـ non-fixed tissue تمام اللي بعدني ما مساويت لها any fixation لازم أضل بمثل الكحول 70% تمام هذا الشيء لازم ننتبه له الآن بالنسبة للـ pH أيضاً من العوامل اللي تأثر عندي على الفكساتف The pH should be kept in physiological range اللي هو يكون من أربعة التسعة هذا الـ pH لازم يكون المناسب للفكساتف If formaline is allowed to fall to a lower pH this can produce formaline pigments كل ما نقصت عندي الـ pH تمام واتجهت باتجاه الأسدك راح تتكون يعني زيادة قابلية تكوين الـ pigment السودة مع الفورمالين فلذلك أنا لازم أستعمل وياها buffer فنشوف بالـ buffered formaline ما يتتكون عندي الـ pigment السودة اللي هي ماتين الـ الكتروم مايكروسكوب it is very important الـ pH لازم أحافظ عليها قدر الإمكان إذا راح أستعمل الكتروم مايكروسكوب the pH for the ultrasound preservation of a great specimen the fixative should be buffered between 7.2 و 7.4 يعني من أريد أستعمل عندي الـ ultrasound لازم يكون المحلول أو الفكساتف يكون buffer من 7.2 إلى 7.4 بالنسبة للنقطة السابعة أتوقع اللي هي الأخيرة اللي هي الـ osmolality The addition of a buffer to a fixative should may alter the osmotic pressure caused by the solution من أضيف أني عندي البفر هذا الشي راح يمنع عندي الـ osmotic pressure تمام؟ اللي هو الضغط الأزموزي راح يمنعه من solution نفسه مع الفكساتف hypertonic solution give a raise to sell shrinkage تمام؟ من يكون أنا عندي hypertonic يعني المحلول يكون مليان ملح يعني الوسط يكون مليان ملح المي مال الخلية راح ينتقل إلى الوسط اللي مليان ملح تمام؟ فالمي هو يكون محب للملح فينتقل باتجاه الملح الأكثر وبما أنه هو hypertonic إذن الملح بالوسط يكون أكثر فالمي راح ينتقل عندي من داخل الخلية إلى خارج الخلية وهذا راح يسبب عندي shrinkage اللي هو الانكماش وارز الhypotonic الhypotonic راح يكون نسبة مع الملح أعلى داخل الخلية فالمي بما أنه المي محب للملح فرح ينتقل داخل الخلية راح ينتقل من الوسط إلى داخل الخلية فيسبب عندي انتفاخ النفس الخلية طبعا الدخول يعني أو الخروج مع المي باتجاه الملح هو حتى يخفف لي تمام بس أنا يعني هيد شي أربطها حتى أسهل علي فهمها هسه بالنسبة للfixative اللي سوي عندي hypertonic وهي بوتونيك وهي الأشياء هذا poor fixation تمام؟ هذا أنا ما أريده الفكساتف هذا ما أريده أنا أستعمل لأنه أنا لازم أحافظ عليها قدر الإمكان ما يصير لها shrinkage وما يصير لها swallowing وذي الكترون مايكروسكوب hypertonic solution هسه رح نبلش بموضوع جديد عنوان جديد اللي هو البون بايوبسي أو البيوبسي بالنسبة لهذا الموضوع هو تقريبا مونفصل لكن نفس الفكرة رح نتعلم إشلون نسوي fixation للعظم وإشلون نسوي preparing للعظم النسيج العظم يعفون بالنسبة للبيوبسي والأوتوبسي بالنسبة للأوتوبسي فهي عينة من نسيج ميت أخذ عينة من نسيج ميت بس بالنسبة للبيوبسي A biopsy is a procedure performed to remove tissue or cell from the body for examination under microscope طبعا هي أخذ عينة تكون tissue أو cell من الجسم حتى أسوي لها دراسة وبحث تحت المايكروسكوب يعني ناخذ عينة من الجسم وندرسها نشوفها ونشخصها بالنسبة للبون بيوبسي A biopsy is a procedure in which a small sample of bone is taking from the body and looks at under microscope for cancer infection or other bone disorder هسا بالنسبة للبون بيوبسي فهي طريقة أخذ عن طريقها small sample من العظم أني موجود بالجسم وأروح أفحصها تحت المايكروسكوب حتى أكتشف إذا عندي cancer إذا عندي infection التهاب العظم أو عندي disorder أصلا بالعظم مثل بهجة disease هسا هنا أنا معلومة قالها الدكتور خلال المحاضرة أنه ممكن أكشف على الcancer بالعظم لمن يكون واصل الcancer هذا للستيج ثري تمام؟ من يوصل عندي الcancer للستيج ثري معناها يكون واصل للعظم وإذا اكتشفت أني cancer بالعظم فمعناها أنه أكو cancer واصل للستيج ثري وبهالطريقة وصل للعظم فمن يصير الcancer واصل للستيج ثري أصلا رح يكون هنا أنا صعب علاجه بالنسبة للtype of biopsy أنواع البيopsy اللي هي الopen والclose bone biopsy can be done by following two methods اللي هي الclose or needle biopsy اسمها الثاني needle biopsy or open biopsy الopen biopsy أستعمل بها جرح يعني أفتح جرح وأخذ عينه هسا بالنسبة لهاي السلايدر رح يحكيلي على الclose والسلايدر الوراها رح يحكيلي على الopen تمام؟ فهسا بالنسبة لclose أو needle biopsy اسمها الثاني needle biopsy A drill biopsy is generally used to obtain a small specimen بالعادة لازم ناخذ small specimen لأنهاي بالأخير عينة عظم يعني لازم يكون التعامل ويالعظم دقيقة بجسم الإنسان clean the skin over the bone where the biopsy sample will be taking and local anesthesia and skin is given هسا بالنسبة للفرق أو الفرق بين الclose والopen إنه الclose biopsy أو needle biopsy يكون بالlocal تخدير موضعي طبعا شرح هاي النقطة إنه لازم ننظف حوالين المنطقة يكون الskin نظيف ومعقم حاول المنطقة اللي أنا رح أخذ منعتها البيopsy حتى أتجنب أي infection ممكن يصير هسا بالنسبة منه ممكن ياخذ عندي البيopsy أول شخص اللي هو الراديولوجست ليش الراديولوجست لأنه ممكن أصلا يكون الشخص تحت الأشعة فيكون الأخذ مع العينة البيopsy ممكن يكون مباشر تحت الأشعة فمنه ياخذها الراديولوجست اللي هو أخصائي الأشعة or surgeon اللي هو الجراح puts along thin needle هي لازم تكون thin رفيعة through the skin into the bone لازم أدخلها عن طريق الskin إلى العظم doctor may make a small cut in your skin before putting the needle and so the needle pass easily ممكن الدكتور يسوي لي جرح صغير بالسكن هذا الجرح يعني يكون ساطحي تمام before putting the needle بالجسم قبل ما يحط النيدل أو يدخل النيدل عبر ال skin حتى هاي الأبرة تفوت بسرعة أو تفوت بطريقة سهلة وما تأذي المريض قدر المساطعة هاي النقطة مارك متخربطون بينها وبين ال open biopsy ال open biopsy يفتحون جرح عميق جدا بحيث يوصلون للعظم يشوفون العظم عن طريقة جرح تمام بالنسبة لل closed biopsy هو مجرد جرح بسيط بس حتى يسهلون دخول الأبرة ويقللون الأذى على المريض take out a small amount of bone through the needle يعني مثل ما قلت لكم بالبداية أنه هي لازم تكون small specimen تفوت عن طريقة ال skin ويعني تنأخذ عن طريق الأبرة after a closed or needle biopsy a small bandage is placed over the area and pressure is put on the area stop the bleeding إذا أكو bleeding لازم أوقفه إشلون أوقفه؟ أول شي هو هذا جروح تمام يعني أبرة فاتت فالجروح لازم تغطى أغطيها وأثر عليها بضغط لمدة تقريبا خمس دقائق حتى يتوقف عندي الدم اللي يطلع من المنطقة تمام هسه بالنسبة للمكان أخذ العينة هاي الشي هو ذكر الدكتور بالمحاضرة لأنه مكان أخذ العينة ممكن يكون من ال back of the head يعني من ظهر الرأس أو من الربس ليش من هاي الأماكن بالذات؟ لأنه نحن ده نبحث على ال red bone marrow هسه رح نجي نحكي على ال open biopsy ال open biopsy هي عبارة عن عملية تمام التخدير بيها يكون عام لأنه رح نفتح جرح ونشوف العظم من خلال هذا الجرح an open biopsy take 30-60 minutes تمام؟ يعني تاخذ من نص ساعة إلى ساعة before an open biopsy general anesthesia is giving to the patient ننطي مثل ما قلت لكم تخدير عام general before making a skin cut the area need to be shaved and clean shaved يعني يكون خالية من الشعر and clean نظيفة لازم تكون نظيفة ومعاقمة قبل ما أنا أخذ أو أسوي جرح بالمنطقة surgery make a cut to see the bone مثل ما قلت لكم رح نسوي جرح بحيث الدكتور يشوف العظم قدامه تمام؟ and take out the small piece رح يأخذ قطعة صغيرة من العظم after an open biopsy بعد ال open biopsy the cut is clean and closed with the stitches اللي هي sutures اللي هي الخيط تمام؟ القطب a bandage is put on the area يعني رح يحط عليها bandage كأنه عملية يعني أو هي أصلا عملية مو كأنه وإنما هي أصلا عملية رح نفتح من خيط عملية كاملة the stitches are taking out about 14 days after biopsy بعد 14 يوم تقريبا من ال biopsy من العملية 14 يوم يشيلون القطب هس بالنسبة لل purpose of bone biopsy أسباب البون biopsy إذا كانت close أو open confirm a diagnosis of a bone disorder يعني أكد أني عندي ال disorder اللي موجود بالعظم إذا شفت عندي أي disorder determine if a bone tumor is malignant or benign إذا شكيت أني عندي ورم بالعظم فممكن أخذ عيني خزعة biopsy من العظم حتى أتأكد إذا هو كان حميد أو خبيث cancer evaluate bone pain or tenderness حتى أحدد سبب وجع اللي صاير بالعظم أو tenderness التenderness اللي هو الألم المحتمل والpain اللي هو الألم الغير محتمل تمام الوجع determine the cause of an unexplained infection or inflammation تمام حتى إذا صار عندي inflammation أو infection بالعظم فهو هذا يكون شي خطير يعني واصل إنه يعني مرحلة خطرة فالinfection أو inflammation بالعظم الغير معروف السبب ال unexplained ممكن أخذ من عنده عينة من مكان الالتهاب وأشوف سبب هذا الالتهاب اللي موجود عندي بالعظم find the cause of ongoing bone pain يعني شنو ongoing bone pain يعني ألم بالعظم ده يزيد شوية شوية عندي هذا الألم ده يضاعف تمام إذا معرفت السبب مالته ممكن أخذ biopsy حتى أشوف السبب اللي سبب عندي هذا التضاعف بالألم check bone problems see on x-ray يعني شفت آني خلل بالعظم ورن بالعظم شي غلط بالعظم ويال x-ray سويت x-ray شفت شي مو طبيعي فممكن إنه الواحد يروح ياخذ biopsy من العظم حتى يحدد سبب هذا الخلل تمام؟ أو سبب هاي المشكلة اللي بالعظم risk after bone biopsy مثل ما قلنا إنه هي browsing ما نريد أرفضت هسا حولها and discomfort the bone biopsy أو ال biopsy site ممكن الشخص اللي مسوي bone biopsy يحس بعدم الارتياح ووجع بالمنطقة اللي ما أخذين نحنا من عندها ال biopsy bone fraction أو bone fracture اللي هي كسر بالعظم ممكن العظم ينكسر prolong bleeding from the biopsy site إنه نزيف مطول بمكان أخذ البون biopsy فلذلك لازم نسوي قبل البون biopsy نسوي فحوصات من هاي الفحوصات اللي هي PTT bleeding time clotting time خاصة عند الناس اللي يعدهم سكري أو مشاكل بالصفائح الدموية تمام؟ حتى نتفادة أي نزيف ممكن يصير أثناء العملية وأثناء عملية أخذ البون biopsy بالنسبة ممكن يصير عند الشخص اللي مسوي bone biopsy انفكشن وهذا الشي نادر ولكن إن صار فهو احتمال شبير إنه يكون نوزو كوميال انفكشن أو عدوى المستشفيات تمام؟ شخص مسوي عملية استوى عنده جرح مفتوح لسه ما طاب دا يمشي بالمستشفى والمستشفى كل الأمراض ممكن تمر داخل المستشفى فتصير عنده عدوى تمام؟ يتلوث عنده الجرح فانفكشن near the biopsy site or in the bone يعني ممكن يصير حتى عنده التهاب بنفس العظم اللي ما اخذين نحنا من عنده البيوبسي هسا بالنسبة البون بايوبسي رزلت شنو ممكن تطلع عندي نتائج بعد ما أخذنا احنا العينة من العظم ممكن تطلع عندي العينة نورمل اه بون بايوبسي او البيوبسي سامبل شو نورمل بون تشو ممكن يكون نورمل ممكن يكون عنده أب نورمل تمام؟ يكون عنده مشاكل بالعظم فبون تشو ما يشو sign of infection إشارة على التهاب cancer ممكن يطلع عنده cancer بالعظم or another bone disorder ممكن تطلع عنده بعض الاختلالات الثانية مثل بهجة disease osteomalitis الاستيومالitis نفسها التهاب العظم او البون سايت اللي هي تصير أكياس بالعظم ويكون بيها خراج بس or a benign bone growth called osteoma تمام؟ الاستيومة تكون benign بالنسبة للنمو العظم بشكل ما يكون خبيث يكون benign اسمها osteoma the bone tissue may also show osteoporosis or osteomalacia بالنسبة osteoporosis عفوا اللي هي تنخر العظام من poor poor يعني ثقوب osteoporosis اللي هي تنخر العظام أو osteomalacia اللي هي ليونة العظام وهذا الشي ممكن يكون منتشر بين السيدات بعض المنوبولز which mean the bone are weak بالحالة اذا osteoporosis او osteomalacia فبهاي الحالة رح يكون البون ضعيق هسا بالنسبة لل most cancer of the bone separated to the bone from another part of the body معظم انواع الكانسر ما العظم ما يكون هو الفيرس سايت يكون سكندري سايت العظم يكون سكندري سايت يكون جاي الكانسر من مكان ثاني تمام؟ فيسموه سكندري سايت such as the breast lung prostate and another organ ممكن سرطان ال breast lung اللي هي الرئة البروستات تنتقل الى العظم واكثر شي هو منتشر انتقال سرطان البروستات من البروستات نفسها الى العظم but bone cancer can also start in the bone itself يعني هذا الشي ما ينفيه انه العظم ممكن يكون هو فيرس سايت يعني هو اول مكان للكانسر هذا الشي ما ينفيه such as الاستيو ساكروما or multiple myeloma تمام؟ فرقوا بين الاستيوما والاستيو ساكروما تمام؟ هذا كبنين الاستيو الاستيوما اللي هو بنين والاستيو ساكروما والمالتيبل myeloma هاي تكون malignant تمام؟ هس راح نحكي على decalcification عملية سحب الكالسيوم loss of calcium salt يعني اسحب املاح الكالسيوم from a bone or a tooth يعني هاي العملية ايضا ترهم عندي على الاسنان the process of remove calcareous matter the process of remove calcareous matter therapy بدون الكالسيوم لانا انا ما اريد اشوف الكالسيوم انا اريد اشوف نسيج فرح اشيل من عنده الكالسيوم ايون اللي هي cl سالب وعن طريق histological process عن طريق يعني طرق histopathological او histological افوان اه تخليلي العظم او عيني العظمية flexible method of decalcification هس هاي السلايدة عبارة عن تعداد للطرق اللي تسوي عندي ازالة للكالسيوم تمام الطريقة الاولى اللي هو acid decalcifying agent عامل يشيل لي او حمض يشيل عندي الكالسيوم بالعادة يكون H2O2 الطريقة الثانية اللي هي ion exchange risen with acid and decalcifying fluids الطريقة الثالثة اللي هي الكترولايتك decalcification وبالاخيرة echelating agent او الكلating agents هس احنا رح نجعلها وحدة وحدة بالنسبة لل acid decalcifying agent the commonest او the most common method of decalcifying decalcification is dissolving calcium salt in acid solution مثل ما قلتلكم هي الاكثر استعمالا الطريقة ما الاسد بحيث يذوب عندي الكالوسيوم بال acid بالحمض some of acid decalcifying agent are nitric acid اللي هو HNO3 وبالعادة هو يستغرق اربع ساعات trichloroacetic acid مستعمل كثيرا بالمختبرات وهو الاصلا الافضل للمختبرات لانه ما يطلع ريحة بكمية شبيرة بالنسبة للنترك acid هو اكثر استعمالا في حياتنا اليومية تمام بالنسبة لل formic acid يحتاج من 12 ال 24 ساعة حتى يشيل عندي الكالوسيوم من العظم حسا بالنسبة لل ion exchange resin with acid decalcifying fluid بالنسبة لهذه الطريقة فهي طريقة غالية ويحتاج لها وقت طويل فبطلت الناس تستعملها تمام remove of calcium ion from decalcifying fluid نفس المبدأ انه رح اشيل الكالوسيوم ion من عن طريق يعني مادة fluid تسحب عندي الكالوسيوم by the resin تمام شنو هاي المادة المستعملة هنانا resin lead to quicker and more efficient decalcification مع انه هي quicker سريعة more efficient بس هي غالية مثل ما قلت لكم فلذلك بطلت الناس تستعملها حسا بالنسبة لل electrolytic decalcification it is the speeder decalcification without damage to cytological features and staining تمام هسا بالنسبة اريدكم تفرقون بين acid decalcification agent هي most common تمام بالنسبة لل ion exchange اللي هي more efficient بالنسبة لل electrolytic decalcification هي speeder الاكثر سرعة طبعا هاي الطريقة رح تسحب عندي الكالوسيوم بدون ما تسبب لي damage للخلايا اللي موجودة بالنسيج العظمي بالنسبة هسا للمشاكل او الجوانب السلبية drawback heat produce in this process may cause the charging of specimen in the process ممكن الحرارة تمام يؤثر عندي على emerging بالبرافين بعدين تمام فالdis advantage لهاي العملية انه ممكن تسويلي شحنات بنفس العين وهذا الشي اني ما اريده بالنسبة l-collating agent editor is collating agent هنا رح نستعمل ال-editor white crystalline powder soluble in distilled water تمام رح استعملاني عندي powder يكوننونها بيضة crystalات من ال-powder اذوبها بالمي for about 20% as a decalcification agent or decalcifying agent it combined with calcium ion to form soluble non-ionized compound تمام الكلating agent هاي الاديتا راح تروح ترتبط بيه calcium ion ترتبط بيها فتخليها soluble non-ionized لانه اصلا انا عندي ال cl ionized عليها شحنة سالبة فلذلك الكلating agent الاديتا تروح ترتبط بيه الكاليسيوم تخليليها soluble و non-ionized the volume of the solution for decalcifying should be 150 مرة اكثر من التشو تمام حتى اسحب آني الكاليسيوم من العين لازم تكون كمية المادة اللي تسحب عندي الكاليسيوم اكثر ب150 مرة من النسيج نفسه تمام يعني 150 ضعف احتاج من المادة اللي تسويلي decalcifying the solution should be renewed every 5-7 days during decalcification طبعا راح ابقي اني decalcification agent راح ابقي واضل اسويلي رينيود تمام اسويلي تجديد كل 5-7 ايام طول فترة decalcification وطبعا اني ما ادري ليش اتخيل انه هنانا من 5-7 ساعات تمام لانه decalcification ما ياخذ ايام بس ما اعرف الصراحة بعدني ما سألت الدكتور فاتوقع انه هي من 5-7 ساعات وليس ايام بس يعني بس يعني انتوا خليكم على انه المكتوب بالشابتر او اسئلوا الدكتور بيها بالنسبة لل advantage of edita الايجابيات ما الاستعمال الedita decalcifying agent deposition of iron and other metal may be also removed from by edita يعني الedita ممكن اصلا تشيل لي ال iron اللي هو الحديد وممكن تشيل لي الكالسيوم وبعض المinerals او المetals اللي موجودة عندي بالعظم فلذلك راح تنطيني نسيج عظمي يعني نقي مية بالمية tissue is not hardening after decalcification ما راح اصير عندي صلب للغاية بعد عملية الزالة الكالسيوم it can be good for bone teeth and any calcified tissue يعني هي مناسبة الكل شيء يحتوي على كالسيوم اذا اردشيل من عند الكالسيوم استعمل الedita this is also the preferred solution solution for decalcifying bone material الكالسيوم من النسيج العظمي هي استعمال الedita وطبعا هاي المعلومة مهمة لانه ممكن تيجي بالامتحان عن المحلول المفضل لازالة الكالسيوم لما اريد استعمل الترانزميشن الكترون مايكروسكوب او التيم بالنسبة للجهاز اللي سويلي ازالة للكالسيوم using both of anode and cathode poles هو جهاز عند قطبين ومشي بي تيار فبالتالي رح تترسب عندي ايونات الكالسيوم على القطب السالب مثلها مثل الكتروفوريسيز تمام؟ نفس مبدأ الكتروفوريسيز احط عندي العين العظمية اخليها بسوليوشن وافصلها بحيث رح تنفصل عندي الايونات مال كالسيوم على القطب السالب concentrated formic acid زائد concentrated hydrochloric acid زائد water هاي بالعادة المحلول اللي احط بالعينة تمام؟ هو عبارة عن formic acid مركز وهيدروكلوريك acid مركز اللي هو ال-HCL وووتر يعني ممكن استعمل عندي الحرارة حتى ازيد من سرعة البروسيس العملية او احسن اداءها تمام؟ بما انه درجة الحرارة تتناسب طرديا ويهي سرعة نزع الكلس فكلما زادت درجة الحرارة راح تزيد سرعة نزع الكلس هس بهاي السلايدر راح يعلمني اشلون اعرف انه عملية decalcification خلصت تمام؟ knowing of the decalcification end point عندي طريقتين والطريقة الاولى هي الاكثر استعمالا والاكثر شهرة واللي بالمختبرات يسووها اللي هي chemical test بهذا التست اش راح اسوي راح اجيب خمسة مل من المحلول اللي شلت عن طريقة الكاليسيوم اللي اصلا كانت بالعينة زائد اضيف عليه امونيوم هيدروكسايد او امونيوم اوكزاليت وطبعا بما انه هنا امونيوم فافضل مصدر الهن او المصدر المتوفر هو اليورن ما الحيوانات تمام؟ امونيوم اوكزاليت او امونيوم هيدروكسايد وياها خمسة مل يا اما ينطيني راسب ابيض واعتبر انه الديكالسيفيكيشن ما خلصت صارت غير مكتملة بعده ما اكتملت او اذا انطاني محلول صافي او كان عندي السليوشن صافي كلير راح يكون عندي الديكالسيفيكيشن انتهى مكتمل تمام؟ هو هذا الشي اللي مذكور عندنا بالوبزرفيشن ابسينس اوف تيربيدتي يعني ما عندي تيربيدتي يعني صافي كلير اللي هي الكمبيدتي ديكالسيفيكيشن وتيربيدتي ابير يعني طلعت عندي عكورة او تغويش يعني الاسبيسيمين از نات ثرو ثرولي نات ديكالسيفيكيشن يعني بعده ما خلصت عملية ديكالسيفيكيشن الهاي العينة راح اغير عندي ديكالسيفيكيشن ايجنت و ريبيد تست بعد وقت معين والطريقة الثانية اللي هي ممكن عن طريق جهاز الاكس راي اعرف انه هاي العينة انسحب منعدها الكالسيوم كله لو بعده ما انسحب منعدها وهي شي اختم اياكم هذا الشابتر ان شاء الله استفاديتوا من هذا الشرح واعتذر اذا طولت عليكم او حشيت بشكل سريع شكرا للاستماعكم وبالتوفيق للجميع اشتركوا في القناة